اذا كنت تشتري اي اسلحة او فضة او اي حاجة خص لعبة سكالاند بونز او اي لعبة ثانية مثل الالعاب فيفا ادخل على الرابط للموجود في الوصف ولا تنسى انك تحط كود نوب مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو اذا كنت تحض neces اكبر اريد السور انك تحصل حاصل الان سلح تفسير الان سنجد حاجة نعم الان جميل المترجم للقناة 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 وكذلك احنا بنضيف الحاجات الموجودة في عشان الاحراق بنضيفها في الاثاث فبكذا نكون خلصنا الاسلحة ونروح نتكلم عن الدرع اللي بنستخدمه لهذا السفينة ففي السفينة عادي يعني اختار اقوى درع مثل ما قلت في اخر فيديو نزلته لا تستخدم وقاية غضب لانه وقاية غضب تسمم ما راح يصيب الشخص اللي يحاربك لانه بيكون تسمم في مكانك انت وما في مكانهم هون فلا تسوي وقاية غضب سوي لك الامير الاسود اذا كنت ملك الامير الاسود اذا كنت لا تملك الامير الاسود حطت لك الاروبوس او وقاية نحيب وقاية نحيب زينة لما تواحهم فيها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة